كون زيب عمليلية وتكون مخيه وسعادة نرد إن شاء الله نصور حكاية جديدة من بيورنامج حكاية في التعليل الطبية حكاية نرمه هتكون عن الأنمية أعرض الأنمية إزاي أشخص الأنمية في التحليل اللي بعملوه للألومية تمام؟ طيب كلمة ألمية ده مستضح طبلي معناه ايه؟ قالك معناه انخفاض للمعدل الكوربسيز بالمعدل والهموكولوبة for age and sex. يعني من حيث العمر والجنز يحصل ان تفضل معدل الاوبسيز والمغلوبين وايه? والهيمياتوكريم. ده تعريفه التطبيق. تمام? طيب ايه الاعراض اللي بتحصل عندي اللي تخلينا شوك اللي المريد ده عنده انيميا? واقول له تخضر وتحرمي لها ايه الانيميا? اول حاجة خالص خالص يجي يقول لك المريد انا ببقى كس كويس. تاني حاجة تلاقي اللون مشروطه بات. تالت حاجة يلاقي كالشفاية قولونها ازرع. دوت اسمه الجسم ده في حالة ايبوكسنتيجة لماس. الاكسي. تمام? رابح حاجة يجي يقول لك انا عندي صداعة في المنطقة دي. خامس حاجة يجي يقول لك انا عندي تدمير في الاطراض. سادس حاجة يجي يقول لك انا عظمي وجئني جدا. لما يجي المريد يقول لي اي عراضين من الاعراض دول اشوك انه هو على طول عنده ايه? عنده انيميا. الدكتور يطلب منه مريد في لقطة كاملة. ستعمل لي تحليل سورة الدم كاملة. سورة الدم الكاملة لما نيجي نشوف فاقرة الصفور هتلاقييني عمليها اسكيمة ومتقسمة طريقة معيادة. ما ليهانا براميطة وزا سورة الدم الكاملة اه طبعا. طب فيه براميطة خاصة بتشخيص الاعراضيات قال لك ايوة ايه اول معيني تروح عليه في السي بي سي. ابص عليه واقول لك المريد ده عن ده اعراضيات. قال لك اول حاجة طبعا المريد عند التاربيسيس بعدكده ارهم اجلون بالهمات lashين complete بعدكده mcb والمch والمch وهذا بالنج guys zaandek reaction. معي كده القرى ده و habitat عيون. سبع براميتر وهو من جدا 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 بتشخيص الاعراضي. تمام دي بعرفنا ايه ايهی اعراضي الاعراضي الاعراضي الاعراضيات؟ ق iti اعراض Meowth اللي هبص فينا عشان اقول ان مريد عرف اصلا او ما عدم او او اضمن طيب، ايه اسباب الانيميا؟ قالك اهم سبب يخدري عبد الانيميا التغزين انا مباكلش كويس انا مباكلش كويس، مبتغزاش كويس، فده يعملي انيميا تمام؟ طيب، في اسباب الانيميا؟ انا طبعا، في اسباب مهمة جدا احنا لما جينا شوفنا مراحف تكوين الاربسيز او مراحف تطور الاربسيز الحكاية كانت ايه؟ الحكاية من الجسم الدخل في عيبوكسا نقص الاربسوجين نتيجة الاسباب كثيرة جدا مثلا الارثو بروتين طلع من ايه؟ قالك طلع بنثبت 85% من الكلية هنا نقص يبقى لو الاسباب ده عند رينا الجزيزة عنده اي مرض في الكلية هيقصر عندي انيميا، ليه؟ لان الكلية بتطلع لي الهرمون المسؤول على التربيه المصمع بتاع الانتاج الاربسيز يبقى لك مرض رينا الجزيزة عنده دايما عنده انيميا لما نتسأل سؤالي لك ليه مريد الارثو بروتين تقول عسان خاطر الارثو بروتين او الهرمون الارثو بروتين ما بيرقاش يطلع بالكلية بالنسبة كافية وبالتالي بيحصل لدي الفكر في اول حاجة في تكوين الاربسيز يبقى الكلية لو هي مشكلة الهرمون مش هيطلع مش هيخطط على المصمع يرمون تجلي الاربسيز يبقى اول سبب عندي في الانتاج الاربسيز تالي سبب اللوين الاربسيز تالت سبب قالت المصمع المصمع بتاعي لو كيه مشكلة هيحصل عندي ايه؟ هيحصل عندي مشكلة في تكوين الاربسيز زي مثلا الابلاستيك انيميا الابلاستيك انيميا دي اللي بيحصل ايها؟ قالك البولمر بيحصل لد برزد بيتضبق او بيبوز تمام؟ فلما يحصل لي برزد للبولمر ما يبدأش ينتجي الحاجة بتاعتي فيحصل لي انيميا كنا شرقنا في حلقة لو تاكفي ناميا تمام؟ ايه كمان؟ قاللك بقى مراحل تكوين نفسك لو انا عندي نقص في الحديد هيعمل لي انيميا لو انا عندي مشكلة في في بروتزين هيحصل عندي لو انا عندي مشكلة في تكوين الجلوبل هيحصل عندي استمدس إلا ، تمام؟ طيب لو انا عندي مشكلة في السيروغول الايلا هيحصل عندي؟ قالك هيحصل عندك تكسير للأربيسيز زي حالة السفروسايد. لو انا حصل لمشاكلة في نقص الانزيم جوان خالية هيحصل عندي تكسير للأربيسيز زي الجي سيكس بي دي اللي بتقامل لالفوفيزر. لو انا حصل عندي اثناء التكوين ان النواة ما هيش ماشية مع السايتو بلازم فاتدتيني حاجة للأربيسيز كبير. قالك ده هيحصل في المجوزاتي كالنمية زي يبقى انا عندي اثبات كتيرة جدا لاصابة الجسم بالانيميا. عندي انواع كتيرة للانيميات عن طريق الانيميا. دي كانت حلقة النهاردة حلقة مبسطة جدا عن اعراض الانيميا وازاي اشخص الانيميا. لما نيجي ان شاء الله نشوف فترة الصبور بتاقتنا. هنشهر الكلام اللي معناه دوه. هتلاقوا الموضوع بأقصيد جدا معك. اتمنى الحلقة تكون مفيدة. والحلقة دي لازم اتمنى ان كل اللي انا قده في الحلقة هيبشاه كل يوم حلقة حلقة وهنشوف الموضوع مع بعض التفصيل. لو انت ما تهمتش الحلقة دي هيحبى فيه مشكلة في الحلقات اللي جاي. اتمنى تكون من الحلقة مفيدة. كان معكو كابتناناليسيز. ما تنساش تعمل لايك الفيديو وتعملوش ايه وتعملوش ايه وتعمل الاقلاء اتمنى يشرفن